ايه طيب انا عارف ان فيه احسن من كده طبعا بس لسه ده مجرد بس عرض او تبسيط للفكرة يعني اكيد هنظمها احسن من كده وهضيف بقى مؤسرات صوتية وهاشرح طبعا ابطأ من كده بكتير يعني تمام طيب ده المفروض ان دي سكيمة زي سكيتش كده تمام رسومات يعني هتفكرنا نكتب الكومنت بتاع سلايدات الباسو تمام انا جربت بس يعني اطبق الفكرة يعني ماخدتش ساعة مني دي تجهيز وكده فدي طبعا حاجة بسيطة اكيد طبعا هجهز طبعا همانتج بقى وهضيف بقى تأثيرات صوتية والكلام ده كله يعني هيكون حاجة عسن من كده طبعا ماشي بس ده مجرد عرض للفكرة مشاكتر تمام طيب الكارتون ده والسكيتش ده او الفيديو ده بيتكلم عن شريحة الكولويد نوديولار جويتر تمام طيب عشان الكولويد نوديولار جويتر نفتكرها في الامتحان فانا رحت عملت دي المفروض القصة بتاعتنا بتتكلم عن حديقة ماشي يعني احنا هنحكي الكومنت عن طريق قصه OK والقصة دي وا Предمتكرنا بقى للكومنت نكتبه ازاي في الامتحان وتفكرنا كمان مالسلايد تمام ازاي هنشوف دلوقتي القصة بتاعتنا تحكي عن ايه احنا في الجاردن دلوقتي تمام في فاو في الحتة دي تمام طيب المفروض ان السماء هتتقلب مرة واحدة تدا ايه ده اه دي المفروض بقى ان فكرنا ان هكون احنا بنتكلم عن مين الكولويد نوديولا جويتر تمام فالسما دي هتفكرنا بقى في الامتحان ان اه دي الشريحة بقى بتاعة الكذا كذا اللي اسلام نتكلم عنها فاهمين قصدي عشان ما اطلعبطوش بين القصة دي والقصة التانية والقصة التالتة ماشي فعشان اعملها لكم يعني بشكل قصص ماشي طيب فادي المفروض ادي السما هو ودي السما بيت مين اللي هي شريحة الكولويد نوديولا جويتر لو بصنا عليها في الملف اللي نزل بتاع السلايتس هتلاقيها بالشكل ده تمام طيب القصة بتاعتنا بتتكلم عن ايه اللي الجي ماشي طبعا هحط طبعا مؤسرات صوتية بقى وصوت عصفير بقى وشجر ماشي هتكون قصة بقى احلى من كده يعني تمام طيب يبقى احنا خلاص عرفنا ان دي مين النوديولا جويتر اتفقنا طيب تمام المفروض ان فيه في الارض كده اللي هو الاعشاب الصغيرة دي عارفينها اللي هي دي ماشي اهي شايفينها دي ماشي شايفين اللي هي الصغيرة خالص دي ماشي طيب المفروض اللي بقى هناخد واحدة من دول نكبرها شوية تدا المفروض دي شكلها ايه شباب الشكلها مش بيفكركم بحاجة مزبوط شكلها بيفكر بالسايرويد صحي كده يعني انا عامل يعني انا راسم الشجرة دي بحس انها هتكون شبهة سايرويد ملاحظين يبقى اول حاجة تكتبها اني دي section of syroid انا طبعا هكتب الكلام بتاع الشريحة فوق الرسمة المهمة هيكون فيه تنظيم احسن من كده طبعا في الفيديو الاصلي انا هنزيله على اليوتيوب ان شاء الله طيب شايفين الثيرويد دي مظبوط حلو جدا ملها الثيرويد اللي هي دي تعال كده هنشوف الثيرويد دي حصلها ايه اه شايفين النقط دي طبعا النقط دي ايه ده شايفينها طبعا مفروضها يعني هتكون نقط اكبر من كده هيكون تنظيم احسن وكده والله بس انا بس مجرد يعني عرض للفكرة مش اكثر تمام النقط دي يعني ده نوديولر تمام نوديول زي عاملة نوديول صحي كده تمام يبقى ده section from enlarged الكبيرة مش الصغيرة دي الصغيرة انا باتكلم على الكبيرة دلوقتي ي تبقى ده section from enlarged thyroid nodular goiter تمام ماشي نوديولر سيرويد جلند اقصد نوديولر سيرويد جلند تمام طيب حلو جدا يعني انا الكلام دلوقتي عال كبيرة دي تمام مش عالصغيرين مش عالصغيرين متكلم عالكبيرة يا شباب اللي هي دي تمام اللي هي دي ماشي طيب شايفين النقط البينك الجواه دي او اللي مفروض منها بنفسي جي يعني لو كده يعني ماشي سانا عشان بخلي لسيم تانو بالليل يعني طبعا قلت هزبط الحاجات دي بعدين بس انا مجرد عرض الفكرة في السريع فدي الن ديولز صغيرة او فوليكلز تمام فالثيرويد فوليكلز دي مالها ماركتلي دايليتد اندفيلد وزديب بينك كولويد اي ده كله ولا حاجة بيقول ان الفوليكلز دي فيها مادة لونها بينك بس كده يبقى الثيرويد فوليكلز دايليتد يعني كبيرة مش دي لارج ومليانة بينك كولويد بس كده ماشي طيب يبقى ده section من الثيرويد جلند لارج بقى تمام انا بكلم عن اللارج احنا منسهاش خلاص عشان كده انا عام صغيرين جبها يبقى ده اللارج اتغداد سايرويد جلن دايليتد كبيرة وفيلد وسديب بينك ديب بينكно يعني مين؟ بينك جامع اهو عشان كنا عملها بالليل حد ده يعني مرضيش اعملها في النهار كده عشان تفكر كلمة ديب بينك ماشي ديب بينك كولويدfin. تمام The colloids coloids落 Cruz فليكلز من دي هو مثلا ادي ايتش فوليكلز بصوا كده ما للفوليكلز دي لاييند شايفينها لاييند بايه المفروض يعني انا طبعا هرتبقى سمع حسنا من كده لما نزلها على اليوتيوب يعني الفيديو الرسمي ماشي المفروض اني الفوليكلز دي لاييند وز يعني متحوطة بسنجل لاير يعني بطبقة واحدة من فلات ابسيليام شايفين النقط اللي عملتها دي اهي ماشي فانا أخدت يعني إني بصوا مثلا شباب دي اييه فوليكلز واحدة دي ايي فوليكلز من اللي جوه يبقى اييتش فوليكلز طبعا انا نحط ancestهم باو هكتب الكلام بتاع السلايد فوقيا هايكون في شغل أعلى من كدا بس انا بفهمكم الفكرة تمام!? كل فوليكلز ايتش فوليكلز من دي هتكون ملياء ليند باي محاطة ب فلات إبيثيليم فهمناه شباب؟ يبقى اتفاقنا؟ يبقى كل فوليكلز من الفوليكلز اللي هي موجودة في السيرويد اللارجة دي ليند بس فلات إبيثيليم حد فاهم؟ طيب تمام ما لها الفوليكلز دي بيقول مكتوب كده الكلام ده هيكتبه كله في السلاي طبعا هكتب الكلام فوق الرسومات وهكتب نكتبه بالزبط طبعا هيكون تنظيم أحسن كده والله بس يعني مجرد بقول الكلام ده اللي عملته في أقل من ساعة يعني طبعا هيكون حاجة أحسن من كده تمام وهكتب يعني اللي هو الكلام بتاع كل حتة فوقيها بحس نفتكرها أو ناخدها سكين شوت نراجع منها تمام؟ طيب بيقولي ان بعض الفوليكلز بعض الفوليكلز هيحصل لها ايه؟ حد شايف؟ طبعا هيه لما أعمل فيديو الأصلي بقى حط صوت قمبلة بقى ماشي اللي هو بوم ماشي وصوت حاجة بترق ماشي طيب انت ايه ده؟ آه شايف الدخان ده؟ أصلي الفوليكلز فرقاعة اللي هي بلغة الطب بترابشر صح كده؟ مش كلمة يفرقع بلغة الطب رابشر يبقى سام فوليكلز بعض الفوليكلز مالهم يا شباب رابشرد اهو بص كده بعض الفوليكلز رابشرد تمام؟ سام فوليكلز رابشرد تمام؟ وبعدين and opened فتحت طب الفوليكلز اللي هي رابشرد وفتحت دي اوبيند مالها؟ بص بص أنا عمل لك ايه؟ يعني في الكرتون بتاعنا ان الفوليكلز دي بصوا حصل ايه طلع منها مين اه طلع كلب ايه الكلب ده هو نكتب كلب في المدحان الاسلام لا الكلب ده عشان يفكرك بكلمة ان لما حصل رابتشر لما حصل رابتشر للفوليكلز فحصل اسكيب شايف الكلب ده بيهرب تمام يعني كأنه كان ايه مدسي او يعني كان محبوس جوه الفوليكلز دي وبمجرد ما فرقعت رح حصل ايه اسكيب فحصل بيقولك ايه ان بعض السم فوليكلز are ruptured and opened انه فتحت طب واول ما فتحت ايه اللي حصل زاكولويد ماتيريال اللي هو اللونها بينك اللي جوه ماله اسكيب انت بره طلع بره اسكيب طب وايسكيب فين يا اسلام بص الكلب ده بيجري على ايه طلع اه ايه ده في عظمه صح بس خلي بالك العظم ده ايه مكسور تمام في عظم وفي خيوط دي بتاعت القطة عرفين الخيوط اللي بيحبت لعبها القطة دي برضو الكلب بيجري عليهم اه يعني عاوز تقول لنا ايه اه عايز اقولك ان العظم ده يفكرك بالكالسيوم اما الخيوط دي تفكرك بالفايبر صح كده يبقى الكلب ده اول ما هرب اول ما حصل الربتشر والكلويد ماتيريال اسكيب هربت من الفوليكلز رحت هربت فين انتو فين انتو زاتشو بس هتكتب ايه انتو زاتشو وز كالسيوم وفايبر بس نكتبها كالسيوم وفايبر لا انا اعملك الكالسيوم اللي هو العظم مكسور لسبب عشان هو ديستروفيك كالسيفيكيشن تمام شباب ففتكرك ان نكلمة ديستروفيك اللي هو الكالسيوم المكسور ده تمام and بس كده تمام يبقى احنا كده فهمنا السلايد كلها حفظناها مش فهمناها انا مش كاشرح انا بنبصمج السلايدات تمام يبقى تعالي نفهمها كده بسرعة ادي تاني المفروض ادي مين ادي القصة بتاعتنا ممكن اشرحها تاني اممكن نجيب القصة تاني بسرعة القصة بتاعتنا تبدأ بمين في الجاردن دي تمام طيب ايه اللي حصل والله السماء قلبت كده مرة واحدة يبقى ده شكل السلايد عشان تفتكره تمام بس هنتكلم عن القصة بالليل عشان ديبو كده يعني تمام اهو تمام وبعدين ايه اللي حصل قالوا والله في زي ايه زرع صغير كده خالص تمام اهو لا في زرع صغير كده تمام الزرع الصغير ده فيهم واحدة ديببينك دي هنلاقيها محاطة بسكويمس ابثيليم فيلاتس كويمس سنجل لاير فيلاتس كويمس ابثيليم تمام طيب وبعدين الكورة دي ملها قالك ممكن بعض الكورة دي تفرقع ماشي ماشي ففايف فرقعتها اهي طب ولما حصل له ربتشر ايه اللي حصل في كلب هرب منها اه فاول ما حصل ربتشر فالكلب ده اسكيبد ماشي اول ما هرب ده الكلب هيروح على فين ما خلاص عرفتها هيروح على التشو ويز ويز ايه بقى ايوا بص كده ديستروف الكالسيفيكيشن اندري اكتيف فيبروزيس الله فهمنا الشريحة حفظنا الشريحة بالنص بالنص يا شباب بالنص تمام يبقى ان شاء الله لو جات في الامتحان انا عرفت نكتبها طبعا زي ما قلت ده ايه مجرد فيديو تجريبي تمام اه ان شاء الله لو هعمل حاجة زي كده او لو عجبتكم النظام ده هبقى نظم بسي رب يكون معي وقت هنظم السليدات كلها بالشكل ده وبحس ان كل فيديو مسلا يكون عشر دقايق ربع ساعة خمس دقايق وكل فيديو عبارة عن كرتون ده تمام هحاول بقى اضيفت بعض التأثيرات واضيف واضيف فوق كل حتة الكلمة بتاعتها عشان تفتكرها يعني مثلا دي هكتب واحد استروف الكالسيفيكيشن ورأكتب فيبروزيس هنا هكتب هنا هكتب فهمين بحيث انكم مسلا الرسمة دي كرتون تدخل في المنتحان انت بتسمع كرتون في ثانية تمام حابب تحفظها بطريقة كتاب القسم ليك مطلق الحرية طبعا بس انا بقولك لو حابب تسهل عليك الحفظ جرب الطريقة دي لو مش عجبك برضو قليني رأيك بس فديه زي ما قلت مجرد تجربة هبقى اضيف تأثيرات احلى من كده وشغل اقوى من كده طبعا بس يعني دي مجرد تجربة يعني همسحة دلوقتي لو عجبتكم قلولي لو ما عجبتكمش عرض قلولي بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته